بحب قوي لما محافظات مصر بيكون فيها كده حالة فنية حلوة يعني دايماً هتلاقي كنا يعني من شهر كان عندك الحالة الفنية موجودة جداً في لقصر وطبعاً دلوقتي الحالة الفنية انتقلت إلى الإسماعيلية وإحنا الحقيقة عندنا محافظات أجمل من كده مفيش كل محافظة ليها طابعة كل محافظة ليها روح النهاردة انطلقت فعاليات دورة 23 مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية القصيرة وده في قصر ثقافة الإسماعيلية وطبعاً الحقيقة المهرجان ده من المهرجانات المهمة واللي بيكون فعلاً فيها أفلام مبزول فيها مجهود كبير جداً وعلى درجة عالية من الإبداع والإتقان تم خلال المهرجان تكريم مخرج الأفلام التسجيلية الكبير عوات شكري وكمان حيتم خلال الحفلة عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كيلاريمون فيران الدولي للأفلام القصيرة وطبعاً زي ما انتم شايفين دي البوسترز الخاصة بالمهرجان والمهرجان الحقيقة بيبقى لايء على الإسماعيلية إسماعيلية كمان دلوقتي كمان بعد التحديث وبعد طبعاً يعني قناة سويسي جديدة وبعد الأشياء الجديدة اللي حصلة في إسماعيلية بقى شكلها الحقيقة جميل وبديع وهي أساساً كمان محافظة جميلة أصلاً يعني فأعتقد وجود هذا المهرجان فيها بيدي طاقة حلوة أو كبيرة فيها بمناسبة هذه المهرجان الفنية زي ما قلت لكم يمكن قبل الفاصل الفنان الكبير حسين فهمي العاد لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وذلك بقرار من سيدة وزيرة الثقافة وهو طبعاً المهرجان المصنف ضمن الفئة الأولى في التحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام طبعاً احنا عارفين أنه مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان مهم جداً الفنان حسين فهمي تقلد هذا المنصب في دورات سابقة